بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر 7 بارت فور بيهيفير نوميني كابستي اند الديزاين اندار كونسنتريك اكسيال لود ما زلنا بنتكلم على الديزاين بتاع الشورت كولم احنا ما زلنا في الشورت كولم اللي هي الاعمدة اللي ما بيحصلش عليها باكلينج بنتكلم على الـ Reinforcement Requirements في حالة الـ Spirals فبنقول ان رو اس لنسبة التسليح بتاعة الـ Spirals بيساوي 45 من مية في Area Gross على Area Concrete مينس 1 مضروبة في Fc على Fy الـ Fc اللي هي الـ Compressive Strength والـ Fy هي الـ Yield Strength بتاع الحديد طيب الـ Area بتاعة الـ Spiral هي الـ Cross-Sectional Area of Spiral Reinforcement الـ AC اللي هو الـ Core Area باي في DC سكوير على أربعة يبقى الـ DC احنا بنتكلم على الـ Core Diameter ادي الـ Spirals المسافة دي هي عبارة عن الـ DC وده بيبقى أقل من أو يساوي 60 KSI يعني ما بيزيدش عن S-T طيب بنحسب الـ Load ازاي على الـ Column أنا عندي عمود عايز أعرف الحمل اللي عليه اللي هو الـ BU فعندي Combinations مجموعة من الـ Combinations وبناخد في الآخر أكبر قيمة للحمد الـ BU بتساوي 1.4 في الـ B نتيجة الدد بلس 1.7 في الـ B نتيجة الـ Life في بديية معادلة المعادلة الثانية لو أنا عندي الـ Wind يبقى 75% في 1.4 بي دد بلس 1.7 في الـ B Life بلس 1.7 في الـ B Wind المعادلة الثالثة 9 من 10 في الـ B Dead بلس 1.3 من 10 في الـ B Wind بنحسب الثلاثة معادلات وبناخد أكبر قيمة للحمد بنتكلم على L-Strength بتاعة العمود فبنقول أن Phi B N أكبر من أو يساوي الـ BU الـ BU اللي هو Applied Load اللي موجودة على الـ Column الـ B N دي L-Strength بتاعة القطاع نتيجة الأبعاد الخرصانية وكمية حديد التسليح الموجودة Phi L-Strength Reduction Factor ده بيساوي 0.7 في حالة Tide Columns أو 75 من 100 في حالة Spiral Columns نسبة التسليح الكلية هي عبرة عن Area Steel على Area Gross وفيه Limits عندي بنقول أن الروجي أكبر من أو يساوي 1 من 10 أقل من أو يساوي 1 من 100 أو أقل من أو يساوي 8 من 100 اللاحظ هنا أننا لاحظنا أن الحديد يبقى أولي الأوي وبالتالي يحصل Brittle Failure وفي نفس الوقت لو الحديد زاد بدرجة كبيرة كمية الأسياخ اللي موجودة في القطاع هتبقى عالية وبالتالي عملية صب الخرصانة هتبقى صعبة المعادلة بتاعة اللي هي Phi B N بتساوي Phi ف R مضروبة في Area Gross 85 من 100 FC ده بالنسبة للخرصانة Plus Area Steel FY minus 85 من 100 FC الكلام ده لازم يبقى أكبر من أو يساوي الApplied Load اللي موجودة على الكولاب المعادلة دي ممكن نكتبها بشكل تاني زي ما احنا شايفين كل المعاملات اللي فيها احنا عرفناها قبل كده بنقول ان Area Gross ازاي بنحسبها انها اكبر من أو يساوي البيو على Phi في 85 من 100 في الFC Plus الR G في الF Y minus 85 من 100 في الFC يبقى من المعادلة دي نقدر نعرف Area Gross وبناء عليها نبدأ نحسب الDimensions المطلوبة الDimensions المطلوبة طيب لما Area Gross عرفناها يبقى Area Steel اكبر من أو يساوي 1 على FY minus 85 من 100 FC في القوس اللي عندي اللي هو Applied Load على 5R minus Area Gross في 85 من 100 FC يبقى من المعدلة الأولانية حسبنا Area Gross وبعد كده باستخدام Area Gross نقدر نحسب Area Steel ترجمة نانسي قنقر